بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم مرة تانية كل طلاب وطالبات كل اولا الامور وكل امهات المتابعين معنا شهر. النهاردة ان شاء الله هنكمل في مراجعات الخاصة او الخاصة بيونت وان واختبارات شهر اكتوبر. النهاردة ان شاء الله معنا من كتاب المعاصر. مجموعة من الاسئلة اللي بتغطي برضو جميع اجزاء المنهج في بازن الله. ان شاء الله مش هيخرج عنها اي اختبار. ان شاء الله نكون اه وصلنا لعدد من افكار او تغطيط الافكار اللي موجودة معانا في الاختبارات بازن الله. كل الافكار هتقوم معانا وكل الافكار موجودة داخل كتاب الوزارة برضو. ولكن الاسئلة من داخل كتاب المعاصر بالنص مفيش اي تغيير. بتنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة عشان نستمر في شرح في الاول بنتعرض لاسئلة زي ما اتفقنا ان اسئلة هي الاسئلة الاساسية او في النزام المطور. وطبعا بيجي بعدها اسئلة واسئلة يعني بنعتمد على الاسئلة اللي هي بتبقى ايجابيتها سريعة وسهلة. نمبر ايه بيقول لي ده تخد بالك وقال لك يبقى هتكتب يبقى هنكتب وبعدين وبعدين وبالك ان هنا عندنا nine is repeated five times. so we get nine hundred ninety nine thousand nine hundred ninety nine. يبقى الكوريكت انسر عندك هتلاقيها سي. طب امال التين ثوثن دا ايه ده the smallest five digit number. طب ال one hundred thousand the smallest six digit number. طب ده هتلاقي the largest five digit number بس different ten digits. يعني كاتب nine eight seven six five اللي هو ninety eight thousand seven hundred sixty five. ده بنسميه the smallest sorry the largest five digit number. number بي بيقول لي how many digits does the number? اللي هو بتكلم على النميرال او الستاندرد الفورمولة اللي قدامنا دي. فيها كم ديجتز؟ قد بقى لك ان احنا عندنا هنا three groups or three periods. each period contains three digits. يبقى three plus three plus three. so we get mister nine digits. اللي بيسألك بس على number of digits of the number. number c بيقول لي what's the standard form of our four? يعني هي of our four? three مليارد. طبعا قال لك مليارد يبقى انت عندك nine digit number. يبقى انا هكتب three million. كاتب لي هنا seven hundred thirty five thousand. طب المفروض مين اللي بيجي بعد المليارد اللي بيجي بعد المليارد هو المليارد. مفيش مليارد يبقى على طول هنكتب. بعد كده هنكمل بقى في seven hundred thirty five. seven hundred thirty five thousand. وهنكمل fifty. just write fifty and write zero in hundred place. يبقى النمبر زي احنا تبناه كده بالزبط. هنطور عليه و هنختاره. يبقى عندي هوة. three million seven hundred thirty five thousand fifty. يبقى على طول the correct answer it will be c. next number d بيقول لي which the compose to. طبعا احنا احنا اخذنا كلمتين. كلمة compose و كلمة decompose. كلمة compose يعني الشكل اللي انت شايفو ده هتحاول تلم شوية. يعني هو كاتب هنا بستاندرد فورب بس كاتبها by using factors. انت هتكتبها بقى by using digits. او ساعد بيسمه دي the expanded form. الاثنين واحد. او ساعد بيسموه بالمعربي الصورة التحليلية للعدد. يعني how can we using factors to write the number. طبعا هنا كاتب eight times one hundred thousand. خد عشان ما بتطلبتش. يعني ما بتطلبتش. خد the thousands مع بعض. اعمل فاصل كده. هنا عندي eight hundred thousand. وهنا عندي four thousand. يبقى انا عندي eight hundred four thousand. واكتب كما. طبعا start from left to right زي ما اتفعوا. seven times one hundred one times ten. seven times one hundred and ten. يبقى انا هكتب هنا seven hundred ten. يبقى eight hundred four thousand seven hundred ten. يا ترى ده موجود? اه موجود. اذا correct answer عندك هتلاقيها ايه. بعد كده جايب لي سؤال على comparing. بس كي مشكلة ان هو جايب لي هنا. وطبع لك احنا بين. بنراجع الكلاجات او الconcepts اللي هندرسنا بلك هتدي اسمها where the form. three milliard twenty. يبقى انا هكتب three in milliards. what about millions? what about mister thousand? هنكتب triple zeros. triple zeros. twenty just write twenty. don't forget to write zero in hundreds of place. مهمة جدا. طيب. هنا how many digits? يعني انت كتبت هنا how many digits? خل بالك. ممكن تعمل comparing من غير ما تكتب لستاندرد فورم. انا قلت عليها. ركزت عليها لما اخدنا عشان نحن تشيقول ان احنا بنطول في الموضوع. هنا how many digits? تلاقي عندك seven digits. طيب هنا nine digits. يبقى اللي تقول the seven digit number is less than the nine digit number. يبقى اللي كوريكتة انسر عندك هتكون بي. طيب بعد كده بيقول لي which number rounded to be? او rounded to? يعني يفوض is rounded to be? mister five million. when rounded to the nearest million? السؤال ده جميل جدا. ليه? لان هو بيرجع لك او بيسألك في ال rounding بكزا يعني انت عشان توصل للنمبر ده لازم تعد على كل. لحد ما يستطفك النمبر اللي هو اللي جابة الصحيح. طيب انا هنعمل rounding place هي ايه? هي million supplies. هحدد million supplies. four, five, four, five. and circle the right digit. يبقى circle seven, circle six, circle two, circle eight. طيب. ركز بقى circle seven so four it will be five. why? because the circle the digit is five or more. just to change the underlying the digit to be the next digit يبقى ديها تبقيها five million. يبقى اول واحدة five million. يبقى الاجابة عندك هتكون five million. اهي. طب لو كملت خلاصية بالمساطفة ان number a هي الاجابة الصحيحة ايه. لو كملت مفيش ولا واحدة هديك five million. ده لو كملت. is rounded to be what mister? four million. ليه? لان the circle the digit is two and two is less than five. يبقى right four million. is rounded to be four million. تمام? وكذلك ده is rounded to be six million. طب وده is rounded to be six million. and so on. so the correct answer would be A. موضوع rounding. اذا كان اخر درس احنا درسناه key unit one. نقص اكس بيقول لي complete the family. جايب لي مجموعة من الجمل اللي انت محتاج انك تكمل. بيقول the value of the digit four in the number. يعني مهدد على الفور. الفور عندك هم موضة هين? طب موضة فين? دي سمناهم once. وبعدين thousands وبعدين millions. اخد بالك ان انت عندك once tens hundreds. بس في millions يبقى في ال hundred millions. هو عايز من عايز ال value. في hundred millions يبقى four hundred million. طيب. في حاجة نقولها وقررناها كتير برضو. how can we write the value of four without Mr. knowing the place value? ازاي نحدد الفلو بتاعت الفور دي من غير ما نعرف هي موجودة فين? the name of the place is hundred million. كل اللي عليك just write four and change all digits. try to be zeros. بتغير كل الدجلس اللي عاملها تبقى zeros. هتلاقي نفسك كتبت على طور four hundred million. next مديك number بيقولك اين where the form is? يبقى انا هنا لازم اكتب in letters. the number in letters. طبعا ده كلنا عارفين ان هنا تين ديجيت number. يبقى one million. يبقى انا هكتب هنا one million. بعد الناس بتستخدم هنا. short word name صاح? برضي فيش منش كلا من كده عندي. بعدين seven hundred thirty two million. هكتب كده seven. اخد بالك بيخليكو حريص في the spelling. بعدين يعني ايه? لو فيه اخطاء من حاجة ممكن نعديها برضو. seven hundred بس بقدر الامكان ان انا بنركز برضو على ان الحاجة تبقى وكتبها صحة. seven hundred thirty thirty two. وبعدين ما تنساش بقى كلمة million. الناس بتنسى تكتبها للأسف الشديد. the name of the period. بعد كده fifty three thousand. fifty. fifty. three. thousand. ما فيش عاجة. بخلاص كده full stop. وكمل علي بعد. what number is one hundred times greater than four hundred thousand. انت اكتب النمبر ده. four hundred thousand. دي اسهل طريقة واسرع طريقة. وبعدين انا عايز النمبر اللي هو ده. times one hundred. يبقى كل الحكاية هتكتب four hundred thousand. وجنبيها double zero. طب انت شوف عندك كم زيرو الاول. هنا five zeros. وكمان double zero. يبقى انت هتكتب seven zeros. five plus two equal to seven. يبقى كل الحكاية نكتب four. وهنكتب seven zeros. one two three four five six. سبين حتى يقول لي. طب النمبر ده كام? او النمبر اللي هتحط في النقط هنا كام? يبقى. قد بقى لك انك تستخدم الكملس عشان ترايح نفسك وتسهل اللي بالنسبة للنمبر. يبقى one two. يبقى انا عند هنا three periods. يبقى fourty million. يبقى الانسر انت هتكتبه هنا fourty million. سهلة جد. قد بقى لك بقى ان بعض الناس بتستخدم الايه? move to the left. two places. يعني هو هنا في. يبقى انت هتتحرك two places. يبقى انت هتروح للاول. الحركة تشمال كده. هتروح للميليونز وبعدين تروح لمين? للتن ميليونز. يبقى fourty million. من غير ما اعمل الكلام ده كله. بس دايما باللاسف شديد انا ما شرحتها بعض الناس استصابتها وحبوا الطريقة دي. اللي بعده بيقول لي seven hundred thirty five thousand four hundred sixty two. هو عايز يعمل هنا راوندينج. بالمناسبة علامة الراوندينج كانت زمان تقولوها كده. دلوقتي بيعملوها زي ما انتم شايفين كده. لكن مايكروسوفت وورد هتلاقيه عاملها كده. تمام? راوندج two the nearest ten thousand. يبقى. what's the rounding place? ten thousand place. ten thousand place is three. and circle the right digit which is five. now five or more just change the underlined digit to be the next digit. يعني three دي هتتغير هتبقى four. بكل عليك تكتب seventy four. طيب وبعدين. وبعدين change all digits to its right to be zero. so you have to write four zeros. الفايف هتبقى zero. وعندك three digits يبقى triple zeros. يبقى انت هتكتب هنا four zeros. يبقى one two three four. يبقى seven hundred forty thousand dollars. ميديك نمبر توي العريض اللي هو two digit numbers. وبقول لك اين expanded forms. يبقى انت حضرتك هنا هتستخدم expanded form. قدامك طريقين. يقيمة تستخدم by using factors. يقيمة تستخدم by using values. اللي اتنين قريبين من بعض. انا هتستخدم values لان صراحة كتاب المدرسة شغال بال values مش شغال بال values مش شغال بال factors. ثري ميليار. يبقى ان هتكتب ثري ميليار. هتكتب ثري. وبعدين الميليار نين زروز. يبقى one two three four five six seven eight nine. وما تنساش تكتب الكمز. عشان تريح اللي بيبص على حالك. بعد كده. five hundred million. يبقى ان هكتب five hundred. ما تنساش هتكتب million six zeros. plus. سهلة جدا. plus. eight hundred thousand. its value is equal to eight hundred thousand. plus. five hundred its value is equal to five hundred. plus one in once its value is equal to one. خد بالك ان احنا ما تكلمناش على الزيروز ليه لان اتنا قلنا قبل كده. ان the value of zero in any place equals zero. ازرور. اللي بعدها round to be what. طبعا هنا كتر مننا بيطلعها. هو بيسألك هنا على نوع الراوندينج. طب احنا اخذنا راوندينج تن وان هندرد وان ثالدن سوء. وانت ماشي. طب تتحددها ازاي? تحددها من الزيروز اللي موجود. بعد الراوند. ولزلك بنفضل بنقول لازم نكتب الزيروز. طب هنا كم زيرو? يعني double zero و triple zero. يبقى انت عندك five zeros. يبقى انت ال place دي كانت ايه بقى? اللي هي اتغيرت بقى اتنين. طبعا لك اللي هي اتغيرت بقى اتنين. اللي هي كانت ايت. يبقى دي هي راوندينج بلايس. اسمها ايه بقى? هندرد تاوذنس بلايس. يبقى انت قتلك هنا هندرد تاوذنس بلايس. هندرد. تاوذن. يبقى انت كده. هندرد تاوذن. كتبت كلمة place ايه قط اس هنا. برضو صح رفيش مشكلة. نكس اكسرسايز والبن اكد عليه كتير جدا اللي هي put true or false. مهمة جدا. سؤال من اهم الاسئلة. اول حاجة في نمبر ايه كتب لي five thousand and nine hundred يبقى انا هنتكلو بالنمبر الاول. وبعدين times ten. five thousand يبقى five thousand nine hundred. يبقى five thousand nine hundred. وبعدين times ten. just write the same number which is fifty nine double zero. and write zero in mister one's place. so we get fifty nine thousand. اهي مكتوبة fifty nine thousand. يبقى الجملة دي true. اللي بعدها كتب لي وكتب لي equals standard form. هنا thirty thousand. يبقى على طول اول ما تشوف thirty thousand. يبقى انت عندك هنا ten thousand. طب وهتركز بقى يبقى عندك كم digit? five digits. طب هنا المكتوب كامل. four digits. يبقى على طول false. من غير ما تكامل. the compose or the compose of the number eight times one hundred thousand plus five times one thousand plus five times one hundred plus five times ten is. كيانه هو جايبه لك هنا باستخدام الفاكتورز وبقولك هو standard form دي. برضو نفس الحكاية. eight times one hundred thousand. so we get eight hundred thousand. طب يبقى احنا عندنا هنا how many digits? six digits. six digit number. يبقى ده? six digit number. المفروض. طب هو هنا كاتب كم digit? five digits. يبقى على طول false. اللي بعده كاتب هنا comparing. انت ممكن تعمل comparing من خير ما تكتب بstandard form وقلنا دي بنلجع لها ليه اللي عشان عديدينك اللي بسرعة. مكتوبة هنا five hundred thousand. طب هنا مكتوب كام? nine thousand. ده اكبر عاجة. طبعا ده كور كبير. يبقى greater than يبقى الجملة دي true. اللي بعده موضوع مهم جدا. by using the first digit from the left. or the first digit pass على فكرة. اللي هو one. just write one and change all digits to try to be zeros. ما تستخدمش هنا rounding. طبعا احنا قلنا rounding افضل من من ال estimation. estimated to be طبعا one وكتب six zeros يبقى one million. يبقى by front end strategy or front end estimation. طبعا. it's true. the smallest five different digits is. خلي بالك. انت بكالك smallest يبقى تدقى بالوان وتكتب الزيرو بعدها. ما يتنساش الحيطة دي. طب ده مش موجود اصلا. يبقى false على طول. عايز تكمل. ده اكتب one zero. وبعدين نكتب بقى two three four. كتبت كده. how many digits five digits. so the smallest five different digits. ده كان من الاسئلة القديمة في المنهج على فكرة. ولم تذكر في الكتاب. بس اي حد يحلها. اللي هي ten thousand two hundred thirty four. سؤال match the cards. ممكن برضو تحل من غير ما تكتب standard form. زي ما علمتك قبل كده. وممكن تكتب standard form وبعدين حضرتك توصل. برضو مفيش مشكلة. لاتنين واحدة. طيب. تعال نشوف ده القوي. seven times ten thousand. يبقى انا عندي هنا seventy thousand. في الثالث سيفنتي ثالث. يبقى انا هدور على الموجود فيه seventy thousand. اهي. كملها عشان تتأكد ان حلك صح. four hundred. انا عندي four hundred. eighty plus nine. يبقى eighty nine. اهي. يبقى على طول هنوصل الاي بفور. او كل اللي عليك بس هتكتب نهوة اي. فيش مشكلة. او هتكتب هنا فور. اللي رايحك. عايز توصل برضو صح. وفيش مشكلة. اللي بعده. seven a seven milliard four hundred million. seven milliard او اهي. ولو كملت هتلاقي seven hundred four hundred million. يبقى ده على طول هيتوصل بدا. يبقى الموضوع سهل وبسيط. من غير ما ان انت يبنسينا وبنحل بسرعة. seven million four hundred thousand seven million فين اهي. يبقى على طول سيفن ميليارد. اه. بكتبها سيفن ميليارد. اهي. مفيش ميليانز اصلا. يبقى على طول. او اخر واحدة توصل باخر واحدة. او المفترض ان هو بيحط بيحط حاجة زيادة هنا. ليه عشان يبقى فيه يعني ايه موضوعية في السؤال. تمام؟ يعني بحط حاجة زيادة هنا مش هتتوصل باي حاجة. من على الكولوب وعلى الشماء. بكده يبقى احنا انتهينا من الاساسسمنت على يونت one بالنسبة للاسئلة اللي هي multiple choice والcomplete وترو والفولس وماتش. ان شاء الله بيبني لها الحصة اللي جاية هنكمل نفس الاساسسمنت بس هناخد السئلة بتحاول تحل فيها اكتر او بتكتب فيها اكتر يعني مفيش اي اختيارات مفيش اي السؤال بيعتمد على فاهمك السؤال وبعدين تبدأ تكتب الحال. طبعا السئلة مهمة جدا بت يعني بتقول لي انك فاهم الموضوع ولا مش فاهم الموضوع. كده يبقى احنا انتهينا من قصة النهاردة. من تنساش له عجب في الفيديو. تعمل لايك وشير مع صعبك. سبسكرايب القناة.